السلام عليكم ورحمة الله بطارية السيارة هي حرفيا شريان الحياة لسيارتك وهي جزء مهم للمساعدة في تشغيل المحرك وفي حين ان بدء تشغيل السيارة امر سهل وده بمجرد ادارة المفتاح او الضغط على زرار التشغيل ولكن بطاريتك بتقوم بباقي المهمة بدء تشغيل السيارة بيكون من خلال ارسال اشارة للبطارية علشان تعمل او تطلق تفاعل كيميائي وبيتحول التفاعل لطاقة كعربائية مهمتها تشغيل محرك السيارة علشان كده لو كانت بطارية السيارة فرغة فممكن تشتغل انوار او اضواء المصابيح او الكشفات ولكن مش هيكون فيه لمحرك السيارة الطاقة اللازمة لتشغيله فحلقة النهاردة هنتكلم عن بطارية السيارة وامتى ينتهي عمرها الافتراضي وهي هي اسباب تلف بطارية السيارة وكمان اسباب تفريق شحن بطارية السيارة امتى ينتهي عمره بطارية السيارة على الرغم من ان الامر الافتراضي للبطارية بيعتمد على السيارة وحالتها ونوع البطارية ولكن نقدر نقول ان معظم السيارات في الشرق الاوسط بتحتاج لبطارية جديدة غالبا كل سنة ونص وممكن تقل او تزيد الفترة دي شوية وحاول دايما الانتباه لطريقة سير سيارتك لان من المهم اكتشاف المشكلة قبل ما تأثر على سيارتك بشكل اكبر ومع كده في بطارية السيارة الجديدة ما بتظهرش او ما بتقدمش علامات على انها قربت تتلف وده هو السبب في انك لازم تفتكر قعدة السنة ونص لان جميع البطاريات هتحتاج لاستبدال في النهاية طيب ايه هي علامات تلف بطارية السيارة؟ في بعض علامات التحذير الرئيسية اللي بتدل الى ان عمر بطاريتك قرب ينتهي والعامل الاول هو ظهور علامة البطارية على لوحة العددات الخاصة بسيارتك وده معناه ان بطاريتك بتتباطق او بمعنى تاني ان اداءها بدأ اي ان وعلى الرغم من انها ممكن تدل كمان لمشكلة ما في دينامو السيارة وخلي بالك من سلوك او طريقة السيارة لما تبدأ بتشغيلها وده لانها فكرة مفيدة انك ترائب اداء بطاريتك علشان ما تقفش او تبطل منك في مكان بعيد وده العلامات اللي بتدل على ان بطارية سيارتك قربت تتلف واحد صعوب التشغيل المحرك بمرور الوقت هتستهلك المكونات الموجودة داخل بطارية السيارة وتبقى اقل فاعلية ولما ده يحصل هتحتاج البطارية وقت اطول لانشاء شحنة التشغيل ويكون عليك الانتظار لعدة ثواني اضافية لحد ما يتم تشغيل المحرك وعادة بتكون البداية البطيئة لتشغيل المحرك هي اللحظات الاخيرة قبل ما تتلف بطارية السيارة اتنين ضعف اضواء السيارة مهمة او عمل البطارية هو تشغيل جميع الاجهزة الالكترونية في سيارتك بداية من الاضواء وحتى الراديو او الكاست وكمبيوتر لوحة المعلومات علشان كده لو كانت البطارية بتفكت شحنتها هتلاقي صعوبة في تشغيل الحاجات دي بكامل طاقتها تلاتة تأكل اصابع البطارية لو لاحظت وجود مادة بيضر وماضية على الاجزاء المعدنية لبطاريتك فكده عندك مشكلة تأكل وممكن تتسبب او تقدي الاطراف المتأكلة لمشاكل في الجهد ومشكلة في بدء تشغيل سيارتك اربعة وجود ريحة كريهة ممكن يتسبب تلف البطارية او الكسر الداخلي في تسريب البطارية للحمد وده طبعا للبطاريات اللي بتحتوي على حمد علشان كده لو شميت ريحة تشبيه البيض الفاسد عند فتح مطاء المحرك او الكبوت فممكن يكون السبب هو تسريب البطارية ولازم تفحص البطارية في اسرع وقت ممكن واستبدل البطارية اذا لازم الامر خمسة وجود انتفاف في بطارية السيارة ممكن يتسبب التعرض للحرارة الشديدة او البرودة الشديدة في انتفاف علبة البطارية وتشقها علشان كده لو كانت البطارية غير مستطيلة فمن المحتمل انها تكون شغالة بشكل غير صحيح ستة انتهاء صلاحية البطارية في الظروف المثالية بتستمر بطارية السيارة عادة اربع سنين ولكن بتلعب العوامل المناخية والمتطلبات الالكترونية وعادات الكيادة دور في عمر بطاريتك علشان كده من المفيد انك تبدأ بافتبار اداء البطارية بشكل منتظم بمجرد ما تقرب من عمر السنة سبعة جهد البطارية اقل من 9.6 فولت يعتبر جهد البطارية طريق جيدة لتحديد حالتها وتقدر تختبر بطاريتك اثناء تشغيل المحرك باستخدام جهاز المالتيميتر وعادة هيكون الجهد الاثناشط فصل 6 فولت قبل تشغيل المحرك واثناء تشغيل المحرك رائب جهاز المالتيميتر ولو انخفض الجهد لاقل من 9.6 فولت فده معناه ان البطارية في طريقها للتلف وهسيب لك رابط حلقة فحص البطارية باستخدام المالتيميتر في الوصف تحت الفيديو وتقدر ترجع ليها وتشوف الخطوات وتطبقها بنفسك طيب ايه هي اسباب تفريغ شحن بطارية السيارة بطارية السيارة بتفضل مشحونة عن طريق اعادة استخدام الطاقة النتجة عن الكيادة من خلال الدينامو وممكن تفرخ بسرعة بسبب كذا حاجة زي ان سيارتك تبقى مركونة او متوقفة لفترة طويلة من الوقت او انك بتقوم بالكتير من الرحلات او المشاوير البصيرة واللي ما بتسمحش للبطارية باعادة الشحن واللي ممكن يجهد النظام او وجود تسريب للكهربا في احد مكونات سيارتك واخيرا ما تنساش تطفي اضواء المصابيح او الكشفات لان كلنا عارفين ده هينتهي بايه في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا واضحنا اكتر المعلومات الضرورية عن اهم علامات تلف بطارية السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتحدد اذا كنت محتاج لتغييرها شكرا ليكم ونتقابل في حالة جديدة ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة